تحياتي يا عمر الرشيدي وأهلا بكم في هذا الفيديو سنتحدث عن منتدى هواوي ممكن تستغل خبرتك في أجهزة هواوي وتكسب فلوس الموقع اسمه هواوي انتربرايز سابورت كوميونيتي الموقع ده بتقدر تعمل عليه بوستات تيكنيكل في مجالنا وعلى حسب التفاعل فيها بتقدر تكسب كوينز وبعد كده بتحولهم لهدايا اللي حصل معي ان انا عملت كام بوست وفعلا كسب 25 دولار وفعلا جمف رسيدي في موقع امازون فانت المفهوض يكون عندك موقع في امازون عشان تقدر تستقبل الجيفت ده فده شكل الكميونيتي بتاع اللي عاملها هواوي هو مفيد لو جينا للمكافئات طبعا ده الهدايا اللي بتقدمها لك على حسب تفاعلك على الموقع ممكن تكسب تابلت ممكن تغير لجيفت زي ما قلنا على موقع امازون وده اللي حصل معي على حسب الكوينز اللي بتاخدها بتبتدي تجمعها في الاخر وتبدلها من الصفحة دي طبعا الكوينز ده انت لو رديت على حد بيضيف لك كوينز لو عملت لوجين كل يوم بيضيف لك كوينز لو عملت باستمرار لوجين لمدة عشر ايام متتالية بيضيف لك تلاتين كوينز الموضوع كله تفاعلك يعني دي دي الجيفت اللي انا كسبتها اللي هي سبعمائة وخمسة وعشرين كوينز بتبدلهم بخمسة وعشرين دولار بتستلمهم على موقع امازون جيفت كده بيجي لك وده اللي حصل احنا هنكمل في الفيديو لغاية ما استلم الخمسة وعشرين دولار فعلا اهو انا كده كسا جمعتهم وبدلتهم طب تعال كده اوريكم البوستات اللي انا عاملها بوستات بسيطة جدا يعني لو جينا هنا انا كنت عامل بوست تماما انا عامل هنا بوست اللي هو تي ام اي فانكشن اند كون فيجريشن ولو عملت بوست كويس الادمن نفسه لو لقى كويس ومفيد بيعمل عليه هايلايت فبيضيف لك ميت كوينز ان هو عمل هايلايت ان البوست ده جماعة مهم وعلى حسب تفاعل الناس في الموقع بيبتدي يضيف لك الكوين طبعا الموقع عليه ناس مهندسين من هواوي التكنيكال عالي جدا بتسألهم اي اسئلة اي حاجة بتقف معك بتسألهم فالموقع مفيد فيه طبعا بوست تاني انا عملته اللي هو ريت الارم ترابل شوتينج برضه ده انا عملته فتعالوا مثلا نضغط على تي ام اي فانكشن عن النكون فيجريشن الموضوع الالبوست عادي يعني كنت بكلم على التيم اي 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 اه وازفته وجبته وجبته جبته صورة وانا كنت بنغيره في موقع وعملت ازاي تعمل كون فيجريشن ليه على الي او ام بي تي كخطوات يعني فالأدمن شاف البوست فعجبه فعمل عليه هايلايت بمجرد بيضيف لك هايلايت على ان هو بوست مهم بيضيف لك ميت كوينز في موقع وبعد كده الناس بتبتدي تتفاعل على البوست وهكذا انا عملت يعني مايكملش حوالي ستة او سبع بوستات لو استعرضتهم معاكم كنت عملت في ال GSM كنت عملت حاجة على ال GTMU وخدت عليها هايلايت يعني ديت ال AMU ALARMUS برضو ده انا اللي عملها عادي بوست عادي جدا كمان بيتكلم عن ال ALARMUS بتاعة ال AMU اه في كمان في حاجة تانية خلت عندي هايلايت في GSM اللي هو كان عن ال GTMU تقريبا ازاي تقويمها اوه اللي هو GTMU او برضو الادمن اداني عليه هايلايت اللي هو الخطوات اللي بتقويم فيها GTMU اوبر اي بي اه فباختصار انت ممكن تعمل لك كم بوست ويتجرب مش هتخسر حاجة لو خبرتك كويسة في اجهزة هواوي وعلى حسب التفاعل هتبتدي تلقى مكوينز وفي الاخر فعلا بتحوله لهدايا وهنكمل مع بعض في الفيديو لغاية ما نستلم الهداية اه طبعا انا كده سجلت وغيرت هنا طبعا تقدر تاخد كمان دورات في اللي هي بتاعة هواوي طبعا هنا هنا جماعة غيرت اللي هي اللي هي سبعمائة خمسة عشرين بخمسة عشرين دولار اللي هي دي المفروض بتديك جيفت على امازون بتسريبها تمتو خمسة عشرين دولار اللي بيحصل بعد كده ان الادمن اللي عارض الهدية بيبتدي يبعتلك على التشات هنا اهو هو هنا بعتلي عشان هما حصرينها في خمس ايام انك لو مردتش عليهم بالميل اهو هو قال لي هالوم ديرز مش عارف انت كسبت بعتلينا ميلك عشان نبتدي نبعتلك الجيفت بتاعك على الميل بس ده في خلال خمس ايام عمل هما اشترطهم كده يعني يعني لو عد خمسة ايام وانت مردتش عليه وبعتله الميل تقريبا الهدية بتتكانسل يعني فانا في اخر يوم اللي حصنا الحظ شوفت انا الرسالة دي وبعتله الميل فما جاليش رد فانا قلت ده ايه يعني اشتغالة ولا ايه بعتله الميل كزا مرة وبس في الاخر تعالوا بقى ندخل على الميل هو الميل وصل وانا قلت مش هعمل الفيديو ده غير اه وانا بستلم الهدية بتاعفهم ونتأكد ان الموضوع تعمل فطبعا لازم انت تعمل اكاونت على امازون عشان تقدر تستلم في الهدية لان انت بتبعت له الميل اللي انت مسجل به على امازون وهو بيبتدي يشتري قيمة الجهازة دي وبعته لك على عن طريق الميل فتعالوا ندخل على الاكاونت عشان الاكاونت عندي فيه تقريبا 20 دولار نشوفهم قبل ما اهو دي الاكاونت بتاعي فيه 20 دولار كنت كسبهم قبل كده مش فاكر في ايه الصراحة فتعالوا ندخل بقى على الميل ونشوف فعلا هم بعتولي الهدية اهو اللي هو امازون جيفت كارد دي جاي من هواوي انتر برايز كوميناتي اه فهنفتحها فعلا ادي اه فعلا بعته جاي من هواوي اهو ب 25 دولار انا كل اللي هعمله هدوز بس على اللي هي ابلاي جيفت دي اللي هي دي ابلاي تو امازون اكاونت فاضغط عليها هو بينقلني للاكاونت بتاعي على امازون بس هاضغط على ابلاي تاني اه تو يور اكاونت هو اعرض لك كيمة هتبتدي تضاف في حسابي فعلا كده انا كان عندي عشرين وخمسة وعشرين كده خمسة واربعين دولار اقدر اشتري بيهم اي حاجة من امازون او اجمع مبلغ معين وقدر اشتري اي حاجة اه مفيش مشكلة بعد كده طبعا ده الرصيد بتاعي التوتال في امازون اه طبعا الموضوع كويس مش وحش هتستفاد من ناحية المعلومات وكمان هتستفاد مادية لو عملتوا بوست كويس هسيب لكم لينك الموقع اسفل الفيديو بتمنى الفيديو يكون مفيد وبشكركم والسلام عليكم ورحمة الله